وبشأن دعم القدرات في الوطن العربي والعالم أكد رئيس السيسي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب متاحة للجميع وقال الرئيس السيسي أن التوابة المصرية قائمة على التعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير الأكاديمية الوطنية أي حاجة موجودة في مصر هنا متاحة للجميع في بناء القدرات أنا بقول لك كده برضو ده مش كلام دبلوماسي عشان المؤتمر لا إحنا دايماً بنقول في مصر إحنا مستعدين دايماً نتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير دي ثوابت مصرية لأن إحنا الخراب ما بيقديش لحاجة غير آلام ومعاناة للي بيعيشه الأزمة والبناء والتعمير بيدي الأمل وبيدي المعنويات وبيدي الحلم فإحنا مستعدين لكل الأكاديمية الوطنية جاهزة لشباب آه طبعاً مش بس في اليمن لكل الشباب أهلاً وسهلاً وأنا عايز أقولك أن إحنا في أشقائنا من دول القارة ودول عربية كثيرة بترسل أبناءها لنا للأكاديمية فده دور إحنا مستعدين نعمله بكل تواضع يعني اشتركوا في القناة